مئة واربع سنوات مضت على إعلان هذا التصريح الذي منحت بمجبه بريطانيا أرض فلسطين التي لا تملكها للحركة الصهيونية التي لا تستحقها لإقامة وطن قومي لليهود فخلال الاحتلال البريطاني لفلسطين عام 1917 عملت لندن على تجميع اليهود من كافة دول العالم وتنظيمهم وتقديم الدعم لهم لتأسيس وطن لهم وبعد عام انضمت إيطاليا وفرنسا لتحركات بريطانيا ثم قدمت الولايات المتحدة موافقتها الرسمية على إقامة وطن لليهود عام 1919 ثم لحقت اليابان بالركب في ذات العام الإعلان عرف باسم وعد بيلفور وهو اسم الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بيلفور إلى اللورد اليهودي ليونيل وولتر دي روتشيلد أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين لكن مقاومة الفلسطينيين لم تنطوي حتى اليوم وسبقهم في ذلك السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الذي وقف ضده قبل تحرك اليهود إلى أرض فلسطين ففي عام 1897 عقد أول مؤتمر للحركة الصهيونية بزعمة هيرتزل في سويسرا وبدأ المخطط حول كيفية احتلال فلسطين كما بدأت جهود الحركة الصهيونية لجلب الدعم لإقامة مشروعها وعرضت المغريات المادية الكبيرة والحوافز على السلطان عبد الحميد إلا أنه رفض بيع فلسطين أو السماح بهجرة اليهود إليها مقابل سداد ديون الدولة العثمانية بشكل كامل وعند قيام دولة إسرائيل لم يكن اليهود يملكون أكثر من عشرة في المائة من مساحة فلسطين التاريخية أما اليوم فقد أصبحت الدولة العبرية تدير ما يقرب من 90% من أراضي فلسطين في فترة الانتداب والتي تشمل إسرائيل والمناطق المحتلة بحسب مركز حقوق السكن والتهجير في جنف إيمان العربي TRT عربي